مستقبل الأوضاع في قطاع غزة بعد الاعتداءات الأخيرة من قبل الاحتلال على القطاع والمقاومة الفلسطينية بات مرهوناً بديمومة الهدنة وبطبيعة العلاقة المستقبلية بين غزة وتل أبيب وبمحاولة استخلاص نتائج الاعتداء والمواجهة الأخيرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية يبدو جلياً أن الاستنتاجات ستكون متضاربة بشأن تأثيراتها على مستقبل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة فمن جهة يمكن أن تسهم في تحسين فرص إنجاز مسار تهدئة يؤدي إلى إنهاء حالة الحصار المفروض على غزة أو على الأقل يحسن من الظروف الاقتصادية في القطاع بشكل جدري ومن جهة أخرى فأن بعض تداعيات الأحداث الأخيرة يمكن أن تمهد الطريقة لاندلاع مواجهة شاملة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني ويرى مراقبون أن أي حرب شاملة يمكن أن تشنها تل أبيب على غزة ستنتهي إلى النتائج نفسها التي انتهت إليها حرب عام 2014 على اعتبار أنها ستظل تواجه تداعيات المعضلة الإنسانية في القطاع مع كل ما ستتحمله تل أبيب من خسائر بشرية ومادية وسياسية إلى جانب ذلك فأن الذين يرفضون الانجرار لمواجهة شاملة يشيرون إلى أنه لا يوجد طرف ثالث يمكن أن يتولى مقاليد الأمور في القطاع في حال تعمدت تل أبيب إسقاط حماس بعد تنفيذ حرب برية في عمق القطاع مع إضاحهم أنه ليس في حكم الوارد التورط بإعادة احتلال القطاع بسبب ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر استراتيجية كذلك فإن أولئك الذين يدافعون عن قرار نيتنياهو بالموافقة على وقف إطلاق النار يرون أن التهدئة مع حماس استحقاق تفرضه متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة على الجبهات الأخرى لا سيما الشمالية وما يفاقم الأمور تعقيدا تعذر التوصل لاتفاق مصالحة داخلية يسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ما سيقلس من فرص نجاح الجهود الهادفة للتوافق على مسار تهدئة يفضي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع